نروح لليفربول طبعا صلاح الحقيقة يعني مبتدي المسم ده بشكل اكتر من رائح انجاز وراء انجاز ورقم قياسي وراء رقم قياسي بيحققه محمد صلاح النجم المصري اللي الحقيقة بقى ايقونة يعني ايقونة في ليفربول قبل ما يكون ايقونة مصري احنا كمصريين مبسوطين وسعداء جدا بالنجاحات اللي بيحققها محمد صلاح في مشواره الاحترافي لكن كمان خلينا اقولكو انه مع الاحساس بالفخر والسعادة دي خليقول انه حتى في ليفربول النهاردة محمد صلاح بقى واحد من اكبر الاسماء مش في الجيل الحالي انا بكلمكم على مدار تاريخ ليفربول كله صلاح بقى واحد من اهم الاسماء اللي عبت للنادي ده صلاح اصبح عاشر افضل هداف في تاريخ النادي في كل المسابقات وصل رصيده من الهداف لمية واحد وتلاتين هدف ومتجاوز للرقم اللي كان مسجل باسم سام رايبولد ويمكن بالمناسبة دي حساب الرسمي ليفربول على انستجرام حط القيمة اللي فيها اسماء افضل الهدفين للنادي في كل المسابقات ودخل فيها صلاح في قيمة افضل عشر هدفين زي ما قلت حقاكم بالرصيد مية واحد وتلاتين هدف مع اعتبار ان مشوار صلاح مع ليفربول ممكن يمتد لسنين طويلة جدا وصدرته اذا ما قرر طبعا صلاح ان يستمر مع ليفربول وهو قرار الانسب من وجهة نظري يعني ما اعتقدش انه مهما اه فيه ممكن رغبة انك انت اسمك يرتبط بقندية كبيرة جدا زي الريال ممكن زي باشلونة ممكن لكن المجد اللي هيحققه صلاح في ليفربول دي وجهة نظري وفي النهاية ده طبعا قرار صلاح مش قرار يعني لكن المجد اللي ممكن يحققه صلاح مع ليفربول اعتقد هيبقى صعب جدا 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 يحققه في اي نادي تاني المكان اللي ممكن يوصل لها صلاح وهو سنه بالمناسبة صغير يعني في ناس بتقول صلاح كبر لا صلاح لسه بالطريقة والاسلوب اللي هو بيحافظ بيه على نفسه بيتور من اداية وحنا شافين نهاردة ميسي ورونالدو بيلعبه 36 و35 سنة او 36 و34 سنة ولسه فيه قمة عطاءهم وبالتالي مشوار صلاح ان شاء الله يكون ممتد لسنوات في الملاعب وبالتالي الارقاب اللي ممكن يحققها صلاح في مواسم قادمة ممكن تاخده في حتة تانية خالص هو طبعا سجل هدف امبرح في مباراة مخيبة الامال بالنسبة لعشاء ليفربول لكن هدف سجله كان مهم جدا في مشواره وصل بيه لرقم 131 سجله طبعا في برانفورد المباراة اللي انتهت بالتعادل 3-3 اللي اتلعبت على جريفن بارك وده طبعا في بداية انطلاقة الموسم تتكلم على موسم طويل احنا نتكلم لسه على الجولة السادسة فبالتالي هو بش بس رقم قياسي لكن كمان بيعزز من فرص صلاح في المنافسة على لقب هدف الدوري وبيوصلوا لـ 131 هدف اجمالي البطولات اللي شارك فيها عشان يدخل في قائمة افضل عشر مهاجمين بالنسبة لها ليفربول نتكلم على 131 هدف في 3 مواسم في حين انه مثلا سام رايبود اللي كان مسجل 130 هدف اللي كان بسابق صلاح او مع صلاح في نفس المكانة سجل 130 هدف في 226 مباراة في كل البطولات وده يوريكم الفارق ويوريكم كان امكانيات او قدرة صلاح على انه يحقق ارقام كبيرة جدا في المواسم اللي جاي شكرا